من جانبه أكد سعادة سيد زايد من راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة توفر المواد الغذائية لمدد طويلة مشيرا إلى أن الحكومة تبحث في مستلزمات كل قطاع اقتصادي وهناك اجتماعات مستمرة بهذا الخصوص حقا طمّن العموم بالدور اللي نقوم بالوزارة اليوم والدور الرئيسي هو وبتوجيه من سيدي صاحب السموة للعهد ومتابعته الشخصية وله في ذلك جزيل الشكر الدور اللي نقوم باليوم وبالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة هو التأكد من استمرارية عجلة الاقتصاد الوطني نحن نمر في مرحلة حرجة ويجب أن لا نجهل أن اقتصادنا بحاجة إلى أن يستمر نعم نمر في ظروف صعبة ورح يكون تحديات ولن توقع أن تستمر الأداء الاقتصادي كما كان عليه قبل ثلاثة أو أربع شهور أو سنة ولكن نحن في مرحلة اليوم يجب أن نمشي الأمور إلى ما نصل إلى بر الأمان وترجع الأمور إلى مسارها الطبيعي وبهذا التوجيه تم توجيهنا مثل ما ذكر معالي الفريق إلى التركيز أساسا في توفير السلع الغدائية وحبطا منكم أن نعمل جاهدين في الوزارة وبالتعاون مع التجار الموردين الأساسيين للسلع التجارية على التأكد من وجود السلع الرئيسية والمواد الأساسية بكميات لا تقل عن ست شهور في كل وقت في مملكة البحرين والحمد لله نحن في هذا المستوى ونقوم بتعزيزه أيضا بصفة دورية وبدأنا تنفيذ خطة العمل اللي قدمناها واعتمدته الحكومة المؤقرة فلا داعي للفزع أو الهلع الأمور إن شاء الله طبيعية ونحن كلنا ماشيين في مسار متسق إن شاء الله من هالناحية اشتركوا في القناة